ايمان حقيقي لحياة التلمزة رؤية الإصحاحة الثالث الآية الرابعة عشر إلى الثانية والعشرون ايمان كنيسة لوداكيا كان مستحقا أن يتقيق من قبل الرب الرب إذن أشار عليه أن يشتري منه زهب مصفى بالنار لكي يصبحون أغنياء في إيمانهم هذا الإيمان الفاتر يمكن أن يظهر أيضا بين الأبرار في هذا العصر لأنهم استلموا إيمانهم مجينا لا يدركون بالضبط كم هو هكذا سمين إيمانهم الله هكذا تكلم كلمة التوبيخ والمشورة للأبرار ليعطيهم الإيمان الذي مثل زهب مصفى بالنار يمكن أن نجد أيضا من الفقرة أن الرب أراد لكي لكل السبع كنايس في أسيا أن يكون عندهم نفس الإيمان الواحد الرب مدح كل أولئك الذين عندهم أذن لسمع ما يقوله الروح القدس لكنائسه من الإصحاح الثالث الآية السابعة عشر نرى أن كنيسة لوداكيا قد سجنت بعمق في خداع النفس الخاص معتقد أن وفرتها المادية هي بنفس برقية الله الروحية وأنها بسبب إيمانها لهذا التجمع المضلل الله أشار لفقرهم الروحي وبؤسهم كنيسة لوداكيا كان يمكن أن تظهر كغنية في الإيمان لكن في الحقيقة كانت كنيسة فقيرة بدون إيمان إيمانها كان فاترا كان مليء بالتقبل الروحي وهو حب العالم أكثر من يسوع تتكلم رؤية الإصحاح الثالث الآية الرابعة عشر إلى الثانية والعشرون عن حياة التلمزة التلميذ الحقيقيين ليسوع هم أولئك الذين يطيعون ويدبعون كلمة المسيح كل أولئك المولودين مرة ثانية بالإيمان بيسوع المسيح مؤهلين لأن يصبحوا تلميذه الرب يريدنا كلنا أن نعيش حياة التلمزة يجب أن ندرك بأن حياة التلمزة قد أعطيت في الحقيقة لنا في هذه الفقرة يقول الرب أنه سيتقى الكديسين الذين لا يحيون حياة التلمزة كما هو مسجل في الآيات الخامسة عشر والسادسة عشر أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حرا ليتك كنت باردا أو حرا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا أنا مزمع مع أن أطقياك من فمي إذا كان المخلص لا بارد ولا حر أمام الرب هذا يمكن فقط أن يشير لفقرهم الروحي أيضا مثل هؤلاء الناس لا يعرفون حياة التلمزة بعد لكن كل من ولد مرة ثانية يجب أن يحيي حياة التلمزة نحن قد افتدين بالإيمان بإنجيل الماء والروح هذا هو خلاصنا بيزة إذن أعطينا بعد خلاصنا وبعد الولادة مرة ثانية نحن قد أعطينا حياة تحاول أن تصبح مثل الرب ندبع ونطيع وصاياه ونسعى وراء كلمته هذه هي حياة التلمزة طالبا حياة التلمزة هذه من كدسي وبخ الله كنيسة لوداكيا بقوله أنها ليست باردة ولا حرة إيمان لا بارد ولا حر هو إيمان فاتر ما هو نوع الإيمان إذن؟ لهذا الإيمان الفاتر الذي يعرض كثيرا من الروحة للبشرية بكونه لا بارد ولا حر إنه الإيمان الذي حاول أن يكون عنده كل الطريقين أن يكون عنده الكعكة ويأكلها أيضا إنه الإيمان الذي لا يعيش حياة التلمزة أولئك الذين إيمان فاتر هم أولئك الذين مع أنهم خلصوا لا يتبعون إرادة يسوع هم لربما يبدون يتبعون يسوع لكنهم ليسوا في الحقيقة كذلك إيمان أولئك الذين يسرجون على كل من جانبي السياج بكلمات أخرى يدعى إيمان فاتر العالم يصف مثل هذا الإيمان بكونه حكيم هذا الإيمان يحتمل أن يكون حكيم بالتعبير العالمية لكنه نوع الإيمان الذي سبب للرب أن يتقيق الفطور هو ما يجعل الرب يتقيق يجب أن يكون عندك فكرة جيدة عن ما هي هذا الإيمان الذي هو لا بارد ولا حار أولئك الذين إيمانهم لا فاتر لا يتحدون ولا ينفصلون عن أعمال كنايس الله هم يعملون ولا يعملون في نفس الوقت حياتهم الإيمانية مثل هذا كما لو أن مضبوطين على علامة كل ستون ثم يضبطون أنفسهم لأن يكون بالضبط على ستون لا أقصر ولا أقل أولئك الذين حياتهم الإيمانية مثل هذا بالأخص فقراء كما تقول الآيات السابعة عشر والسامنة عشر لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلا شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبؤس وفقير وأعمى وعريانا أشير عليك أن تشتري مني زهبا مصفى بالنار لكي تستغني وسيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزيون عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر ولكن الذين إيمانهم فاتر يأخذون إزدهارهم الدنيوي كوفرتهم الروحية مع أنهم يشعرون بأنهم في الحقيقة تعيسين تعابة وفقراء لكنهم لا يدركون ذلك بالكامل هؤلاء الناس لا يعرفون أنفسهم يعتقدون في أنفسهم أنا بخير أنا زكي مخلص ومقبول من قبل الآخرين ولذا فإنه مناسب لي أن أعيش بمثل هذا مع أنني خلصت ويحيون حياتهم بمقاييسهم الخاص هؤلاء الناس مخلصون للعالم لكنهم ليسوا مخلصين لكنيسة الله إيمانهم فقط فاتر الله إذن قال أنه سيتقياهم يجيؤون إلى الكنيسة بدون هدف أكبر من أن يتجنبوا طردهم يحضرون فقط خدمة الكنيسة ويغيدرون حالما تنتهي الخدمة هم لا يشاركوا أبدا في أعمال الكنيسة طوعا وإذ هم عملوا ذلك يتأكدون بأنه الاشتراك الأصغر هم لا يعملوا لكنهم يعملون هؤلاء الناس فقراء روحيا الرب أشعر بالآتي لهؤلاء الناس أشير عليك أن تشتري مني زهبا مصفى بالنار لكي تستغني وسيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزن عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر قال لهم أن يشتروا منه زهبا مصفى بالنار لكي يصبحوا أغنياء إذا أردت حقا أن تتبع الرب وإذا أردت حقا أن يمدحك لإيمانك يجب أن تتعلم إيمانك كيف إذن يمكن أن تتعلم الإيمان يجب أن تتعلمه بدفع سمن التضحية والإيمان بالكلمة الفقرة تخبرنا أن نشتري زهبا مصفى بالنار هذا يعني أن هناك العديد من المحاكمات والمحن لنا عندما نجيء لأن نتبع كلمة الله لكن كل هذه المحاكمات والمحن يمكن أن تتغلب عليها بالإيمان وإتباع كلمة الله بعمل هذا كله بنا تصبح مصفى يعطينا الإيمان الذي يعترف بكلمة الله لأنها الحقيقة ويؤمن بها بكل القلب هذا هو الإيمان الذي مثل الزهب المصفى لتكسب الإيمان الحقيقي يجب أن تدفع هكذا سمن التضحية وبدون دفع سمن التضحية لا يمكن أن تتعلم الإيمان وبكلمات أخرى لا يمكن أن نتعلم الإيمان المرور خلال المصاعب إذا كنا نريد أن نصبح أناس الإيمان فالنحي حياة تلمزة الرب والنبارك لإيماننا ثم يجب أن ندفع سمن التضحية بدون تضحية هذا لا يمكن أن ينجز من عنده الإيمان القوي منذ البداية لا أحد إنه لأن الناس متجاهلين الإيمان الذي تعلمه الكنيسة لهم حول الكلمة وتدلهم بها يجب أن نطيع ما توجهنا الكنيسة له وندبعه في الإيمان لكن عمل هذا يستلزم المصاعب في بعض الأوقات نحتاج الصبر لهذا أن نصبح أناسة الإيمان باستلام توجيه الكلمة بالزمالة والتعليم مصحوب بالتضحية لكن لأن الناس لا يريد أن يضحوا مع أنهم يريدون أن يتعلموا الإيمان لا يمكن أن يأخذوا الإيمان الحقيقي المصفى لهذا يخبرنا الرب أن نشتري منه ذهبا مصفى بالنور لكي نكون أغنياء في الإيمان يمكن أن تفهم ما تعني هذه الكلمة فقط عندما تتعلم من إيمان الكدسين السابقين وتتبع حياتهم إذا سمعت الكلمة فقط نظريا ولم تتبع في الحقيقة ما تأمرك به وإذا شاركت في شهادة صلاة أو تجمعات لكن لم تضعها في الحقيقة للممارسة فأنت ليمكن أن تتعلم الإيمان لأن عندك إيمان قليل تقييس إيمانك بأنه ليس ذلك السيء بمقياسك الخاص للعالم تفكر في نفسك لقد خلست عندي نكود وأنا أعمل جيدا تبقى للتعابير الدنيوية ولذا يجب أن أكون أفضل من الآخرين نعم أنا أكيد أفضل من هؤلاء الناس إن كنت تريد حقا أن تتعلم الإيمان الحقيقي الذي مثل الزهب يجب أن تدفع سمن التضحية هل هو سهل أن تطيع وتتبع؟ يتطلب تضحية لأن تطيع هل هو سهل أن تضحي؟ بالطبع لا لكن إذا كنت تريد أن تتجنب أن تكون متقائق يجب أن تطيع بالتضحية لكن أولئك الذين لم يتعلموا بعد الإيمان الحقيقي هم فقراء روحيا لا يريدون التضحية أن تطيع الواحد يجب أن يقصر رأيه أولا بكونهم غير قادرين على عمل هذا فقلوبهم تستمر أن تكون في البؤس حتى بينما يمر الزمن غير مدركين نقصهم في الإيمان هم فقط ينتهون إلى لوم الكدسين الذين ذهبوا أمامهم في الإيمان من وراء ظهورهم يجب أن تتعلم الإيمان الحقيقي عندما تدخل في المعارك الروحية وتواصل الكفاح لجانب الله إيمانك سينقى كلما تكسب غنائم روحية وتدرك ما تتطلبه وأن تعيش حياة النصر الروحي يمكن أن تعرف هذا الإيمان فقط عندما تجربه في الحقيقة وبخ الله خانم كنيسة لودكيا كاتبا لست تعرف لا عريك ولا فكرك لقد خلست إيمانك فاتر لا هذا ولا ذلك الشيء الوحيد الذي لديك هو خلاصك الذي نحيته جانبه ما عدا هذا ليس عندك شيء خلال ذلك هل خدام الله أو أسلافنا الروحيين أصبحوا أوائل الإيمان فقط بمرور الوقت بدون أن يحيوا حياة التلمزة؟ بالطبع لا ذهبوا خلال كل أنواع المشاكل لأجل الرب في كل من البهجة وفي الحزن الله يوجهك بجعل هؤلاء الذين يذهبون أمامك يمرون خلال كل الأشياء التي تمر خلالها في النهاية يجب أن تؤمن إذن في الحقيقة بأن الله يعلمك ويوجهك خلال أولئك الذين تبعوا طريق الإيمان أمامك اشتركوا في القناة